اه! صاحبك علم علي الليلة ما زكرت ونقطني ما تركبش نفسك الخلط يا برا كفاية كده خميس مش هيسكت والتعرفه كويس هم! ومين قالك يا موزة ما أنا عايز ليسكت انت بتعمل هي يا مجنون علامة صغيرة تبقى تسكار عشان لما تبقى في حضن حبيبي القلب يبقى يشوفها اه! 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 ا يا ليل يا ليل الدنيا قت علي كتير كتير ومهما قول بقرات تعاتل بردو مفيش مفيش تغير يا دنيا وحدي اتول الليل عيشة مع الماوين بغني مره يا عين وبغني مره يا ليل وحدي اتول الليل عيشة مع الماوين بغني مره يا عين وبغني مره يا ليل قلب اللي بات موجوع كله اسا وتمو احتاري غير الله تجراح تهد الحيل انا من قبل من يتعامل وبيتعمل فيا تحتانا وفتانا وتسملهم عليها من غير سبب فتعب تعب من الغريب وفي الليلية من غير سبب فتعب تعب من الغريب موسيقى 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 مبقيتش أخاف لا من الألم ولا من العزب ولا من الجراح مبقيتش أفكر في اللي جاية واللي عدة وفي القراح مزهر خلاص متوب علي أبقى الضحية موسيقى 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 علي تروح تراضي رمنا وتركعها الشغل هنا تاني عايز اجي المرة الجاية اتفرج عليها امورني يا باشا امورني بار الشغل هنا ايه كله تحت السيطرة شوفيتهم معي مجلكش بحاجة وحشة يا اخوي اللي معايا برا ده الدكتور هايمن الهردة مصدر تقيل قوي في الاستراض لنك معاك هيبقى في شغل كبير قوي انت هتوزعه وحساتك هتبقى تقطعين كتير علي ان اكون خدام سعب طبعا ده في حالة رجوع رمنا الراجل يا اخوك كان جاي نفسه وتفرج عليها ما تكسرش بخاطره يا بيدون فاهم مين قال ما ترجعش انا قلت ما ترجعش هي قالت ما ترجعش رجعت يا باشا وشنها على راسنا من فوق بلاش راسك يا اخويا اللي حسن تتزحلق انا عايزك تشيلها جوا عنيك فاهم امورني امورني يا باشا ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه خايف هتكون ايدي نشفى عليك ولا حاجة؟ نشفى لي ايه؟ ده ملبن ومحشي نوز كمان بغير بغير يا بيك اللي قلتلك بغير حد يسمعنا مال الله طيب كده حلو ايو حلو ايو ايوه وهنا ايوه ايوه كده الله 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 ايوه كده الله شبتي ايوه حلوه ايوه ايوه ايوا ما تخافيا يا باتي وقومش ومشي غلي كمان فيه بس يا معل ما احنا كنا كويسين الله ما صالي غوري ايه ايه يا لوي سيبري ايه ما تسيب يا حاجة تدلكلك رجلك يمكن تطلع على ظهرك لا يكون قافش وقال حاجة ايوش طالب انا قوارتك يا خفيف ولا انا قوار ولا حاجة افضي سيك أنا تعايد ايقل انت يا بيت بالازن يا معل بالإذن يا سيباراء بالسلامة يا ست انت كنت غادصان فين يا قده كل ولا حاجة كان عندي مصلحة كده يا طياري قاني مصلحة دي ألا تكونش يا قد كبرت ومشل حسابك قولي على الأقل أفرح لك حسابي إيه بس يا حاج لحسابي ولا حاجة دي كانت مصلحة كده عدايق يعني مش كان فيه معادي الليلة مع الرجالة عشان المصلحة اللي بجد هي كانت الليلة؟ أي يا أخي كانت الليلة والرجالة جوم وعدنا مستنيين جنابك عشان مونع عيني أشوفك كبرهم خلاص يا حاجة ما حصلش حاجة عندي المراضي عندي وعندك دي هناك على القهوة أو في حد مراتك إنما الشغل شغل واللي ما يخبش على أكل عيشه ما يستهلش رؤمته ما خلاص يا معادي ما حصلش حاجة دي أول مرة يعني والمرة عندي ملاج تاني هات خلاص انت ملاجش في المصلحة دي أيوة ولو عايز تبقى فيها كبيرك هتاخد يومية أي صبي شغال فيها إيه اللي انت تقوله دا يا حاج؟ سبيان يقوله عليا إيه؟ عشان يبقى لك سبيان يا خفيف لازم انت تبقى كبير حكاة مش بالكلام يا ابن النوح دا آخر القول ومش عاوز أسمح حسك تاني فهمت؟ فهمت يا حاج فهمت سوريا 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 مسي مسي مستعج عبر رجلة اه مراحة بات ماتخنيش يا خيرة عشان مزحاش طبعا الحقنا يا سيخاميس فيه؟ مالها رماضي ما عرفش يا أخوي أنه كنت باجيب لها حاجات وحصالها على الكباري بصيت لقيتها داخل عليها بتشلب دم من كل حتة وقت عن نفس يا أمها جبت لها الدكتور وكلمتك على طول ايه فيه؟ جوه استيحر جوه ما قالتش مين اللي عمل فيها كده؟ ما قالتش منهم لله ليقعوا ولا يستوعوا اللي عملوا فيها كده لما روح أبخر البيت البيت فيه أسيان حابس حابس حيكون مين يعني؟ أه حبت عيال قطروني على الدائري وعملوا فيك إيه؟ ما تخافش يا أخوي غراضهم سرق ولما صوت نزلوا فيا ضرب بالحزن واخدوا كل اللي معاي حد ما عيسك؟ هيت طمن أحب تخربيش على الجلد البلاد فكت ما تكلمتينيش ليه؟ أصلي أخدوا مني الموبايل واخدوا الفلوس واخدوا كل اللي معاي وأول ما وصلت هنا لبيت خليت بيس أتكلمك أنت وصلت هنا إزاي؟ أه أه بالراحة بالراحة مفيش يا أخوي شاورت العربية نص نقل صاحبها تلعب نحلال جابني هنا لحد البيت أولاد الكلب ما شفتيش حد منهم الدنيا كانت عدمة ومالحقتش أشوف حاجة أكيد العائل دي قطرينك من محل والجردات كانوا فين؟ أه مش عارفة الحمد لله ناجات حد كده ليه أنت كنت عازها تحصل لحد فين تاني وحيات أمهم لجابهم ولو في سبع عرض وإنها بيسيبك منهم ما تشغلش بالك بيهم دي أكيد عيال مبلبعة أي حاجة وشرقانة فلوس ودول يأمل يومين دول وحياتك عندي لجبهم لك رقعين تحت رجليكي أبوس إيدك وحياتك أنت عندي سيبك منهم وخليك معايا يا أخوي الدكتور أقل لك إيه؟ مفيش قال لي دي شوية كتبادت وهتروح لحالها وقداني حقن هنا فين؟ هنا يا أخوي في الدراحي حقنة مضاط أه حلوة شغلي الدكتور ده يعني اسمه هي يعني وأنا عارفة يا أخوي جابت أولي البد بيسا أنت برتاحة أمدي برتاحة برتاحة أنا مرتاحة وأنا في حضنك يا خميس أخليك معايا والنبي ما تسقيش مفيش اللهي خرب بيت التركي اللي حسبه كنت مأكد بقول لك يا بيبي أحيات أبوكي لتخفي عليها شوية من الحوارات دي ماليش فيها خالص 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 أنا مش مبسوطة أنا حاسة إن الناس كلها زي بعض وكله بيقول نفس الكلام أنا تخنأت يا لو أين أتعارف؟ إيه أكتر حاجة بحبها فيك؟ إيه يا الواحد سكراتي اللي بدأمير؟ أن أنت الوحيد اللي بتكلم معه وانا مش مكسوفة أنت الوحيد اللي بقدر أقول لك كل حاجة مقدرش أقول لأي حد أصلاً أنا دايماً حاسة إن أنا لوحدي إن تفيدي البي exploit! خالص حاسة باي 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 زماري 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 باي باي قالت لك أنا حضنة الدنيا وطايرة فوق كل الدنيا فوق فوق وكده بعد بعديه عوّل القصيدة النهاردة سبب اليومية بكرا يديك كتف ويرميك برّ السوق ومش بعيد يخلي خميسة فندينا كبير السوق فندينا فندينا مش قدر أسمع الاسم ده أنا قرفت منه لا ده أنت لازم تسمع الاسم دلل ونهار عشان هتفوق في يوم تلاقي أبوك جايبه هنا وسطينا شششش كفاية بقى الأدماغي مزر وطع الآخر ومش قادر ها؟ وإيه الجديد يعني؟ ما أنت على طول مش قادر لا يا حبيبتي قدرة عن قدرة تفرق وإنت عارفة كويس قوي إن أقدر ها؟ بس أنت قرتي كده وانت تشوفي اوعى كده بلانيلا اوعى دي اللي انت فالح فيه يا بيت ده أنا براق النوح براق النوح هو ده اللي انت فالح فيه تقدر عن نسوان وخلاص إنما الرجالة ما تعرفش تقف قدامه اوعى 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 يعني أنت متأكدة من اللي أنت بتقولي ياختي ما أنت كل مرة بتقولي لي كده وكل حاجة بتبوز ماشي يا حنتومة ورحمة أمي لو ما حصل لحقت امرقابتك وحاجة في حتتك وافضحت مانا المشكلة يا حنتومة إن امراته لابدة في القوضة ياختي ما بتخرجش لازم يعني الليلة اي ده اللي يبوز ورحمة أمي اللي هحط العمل الليلة هحطه يعني هحطه الليلة خلاص يا حنتومة ما تبقيش لكاكة يا حتر يرى مسدي مدي منافع مزاج الخير مهمة اصلانا كنت زحقانا شوية قلتا اما اجي عاود اتكلم معاكي شوية ونتساير ونروّق وندلع روحنا مالك مش نصدقني؟ بني وبنك عندك حق وهو يختحنا كل اللي بيننا غلّ وقرف بس هو كمين يعني اللي زرع جوانا كل الحاجات دي مش هم واربعة واربعين اللي قاعدة برا؟ عارفها ليه؟ عشان تفضل معلقة كل واحدة مننا منعرقبها بس احنا خايبين احنا ستات زي بعض مفروض نخلي بالنا من بعض قلبينا على بعض مش كده ولا ايه؟ انا الصراحة مش عاجبني حالك ايوه قاعدة كده ياختي كامرة نفسك في القوضة وفي قميس نوم ومتدفية زيادة ياختي مش سنك خالص خد يبالك من نفسك شوية احنا وبعدين سايبة الراجل طايح كده كل اللي نفسه فيه بيعمله عيب هاتي الكوباية اللي جنبك دي هزباتك الراجل من دول عينه بتبقى زيغة وعينه ما بتروحش غل اللي ايده مش طيلة خد يشرب يده على نفس واحد نفس واحد ما تخفيش ده انا هزباتك النهاردة شطرة والست الوعية اللي عايزة تخلي بالها من جوزها لازم توري اللي عينه ما شافتهش ياخايبة انا نويته زباتك حبيتك اشربي تاني حلم انا هروح اجيبلك شوية احمر واخضر وحجيبلك قميس نم من عندي نقاوة بس قب النبي قوعد قولي للمقوئ برا ان انا اللي عملت كده وقوعد قولي لنسي خميس ان انا اللي عملت كده خليها تبان كأنها جاية منك احسن حبيبتي انتي خمس دقايق وجيالك ده كده ليلتنا هتبقى اخر روقان يا حربي يا قلبي ايه ميل والبك فطوا يا في رجلك ما تأخذنيش ياسي خميس اصلنا نلبي خفيف شوية وما بتخط ركب بتخبط في بعض يا ولدا يا بيلبسي له حاجة ميلا وكيني في سريرك ويدافي في حضن جوزك سريري فيه شوك بيعلم في جسمي المحروس جوزي بيحب يأكل روز مع الملايكة واخرتها بيخرج ويسيبه لما تخنقت حبه هوا 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 عشان عايز مراتي حبيبتي في كلمتين خصوصي كرامة كرامتي كرامتي I love you طبعا مش مراتي يا حبيبتي وحلالي اللي اسمولي ربنا طبعا تبي حبيبتي تستني يا حياتي أمشيلك ودلعك وأه يا الدنيا الله أه يا الدنيا الله وأه يا الدنيا الله أنا عارفي أنا تد مني أنا مش أنا أنا مش ليكي أنا مش ليكي أنا أنا ليكي أنتي شو تعالي عايزاك أنا قلتلك قبل كده ملكيش دعوة بكرامة أنا كنت بواعيها بنصحها ولا هو كلمتي أنا بس اللي في البيت ده بتقف في الزور ولا يمكن علشان أنا غريبة ووحيدة بتستفردوا بي سمعي شو شغل التلات ورقات ده ما يكونش معايا وماينفعش في البيت ده وحبتين النسوان والسهواكة وموحني الحريم مايمشوش هنا أنت وقعتي كذا مرة وأنا قلتلك بدل المرة اتنين التالتة من غير صوت في غمضة عين حتبص تلاقي نفسك مرمية في الشارع فاهمة؟ بالحدمة اللي عليكي وأنا كلمتي محدش يقدر يتنيها ما بلاشي حاجة تظلميني أحسن ولا هو اللي يعمل خير يلاقي الشر بتي لسه ما شفتيش شري ويا ويلك لو شفتيه الله أكبر ساعة الجد قربت ولزماني وقفتك معايا أنا متأخرش يا بجاشي بس أنا مليشو بلطاجة الانتخابات تمامة كادر والكل بيتبارك بيه ماهي مخضر بصر لاحمر المستورد وبالسهر اللي انت حاوسه براولة يا ابني أنا مليش في الكاميا ما انت عارف بس الكاميا بقى جنودة انت لازما يبقى لك فيها يا معلم لما انت لازماك فيها يا بجاشي لاحمر دا اللي بيخلي البشرية شدة حينها وحبايا واحدة تخلي المقات بالعدمان حسان بيرمح والراجل البطاية يبقى أسد انت خاشش الماجلس ولا بيت عارف كيف بيخلي الكل يتزاوى وشريط من دول بيخلي الخلق مصحصحين يسقفوا للصبح من غير ما قليهم بتوجعهم حاكم الأصوات دي ما بتجيش إلا لما تملى البطول وتملى الجيوب والأهم من تكله تملى الدماخ وانت اخترت الارخص لا انا اخترت المضمون يا معلم يتوب علينا ربنا أمين نرك نرك راجعنا خلي بالاكم مرحوم يا صباح البول صباح الحليب على أحلى بنيوتا صباح النور ايه على فين بدري كده؟ علماء اه طب ملزمكيش أي حاجة فلوس تشتري كتب لبس أي حاجة مرسي 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 بيها الحتة هيدا تعال بيقى كلها يبتكروك الخواجاة ومشتغلوك كالترخيرة كيفية اللي انت عملته وبتعملي دي مش عزوبة مراكبايا يا فوتا انتي ماستش أولي على اللي انت عايزة انتي ما تعرفيش غلوتك عندي قديمي انا اللي نفسي تعرف غلوتك عندي قديمي عايزة ممكن اطلب منك طلب؟ طبعا تبقى تيجي تشوق علينا انا بفرح قوي ابويا بفرح قوي لما بيشوفك وامي كمان كلنا يعني حاضر يلا بعشن فتخريش خلي بالك بالنفسي وانت كمان خلي بالك على نفسي اجبتك شائفتين فول تكليم في السكة فول ايه وانا راحل مدرسة انت راحل معا باي باي بس بيت ظهر عليك يا فنديمي مش حاملك تهيني منامت قبل استلعب شوية حلوة اول فيلم ده فيلم تحسبهاش كده بطريق فتنا دي حاجة تانية خالص اه بس ايه باين عليها حاسبها كده ايه باي منبسط او لما بتيجي ام كمان كلنا يعني ايه يا دفن فتنا دي تربية ايدي تربية ايدي بيت نظيفة وتخاف عليها بجد بيني وبينك كبادران انا بقشوف فيها كل اللي اتحرمت مني تبقى بيار غالي من سواد ايامكم هتكون قرف ونفسي تفضل كده على طول ياه ياه ما تيجي تعزيني على حاجة احسن لا ياه ده ما صدش هاد كده بس الاهمة ملغامة بعوع ده اعني شو الحاجة عندك في المكتب على حسابك طب البن على حساب والمية على حساب والكوزة فرق لا لا والقهوة فرق لا لا والكوزة فرق لا لا طمين اخبار افندين ايه مفيش جديدة باشا فضل سهران في الغرزة وبعدها راح المؤطب مع المحامي ومنها على بيت الرقاصة وبعدها الروح انت كنت بترابه باللقاع ده كان مين معا بها في الغرزة نفس الطاق ومعهم بجاش المري اللي مرشح نفسه في المجلس وحبت نسوان اظن انت بتسمع نسوان ريئك يجري وتركز على طول تمام ساعدتك يا باشا اخبار لحمر ايه شغال ولا معاصلك لا والله باشا شاح لي من دود تمام يا عسكري تمام ساعدتك يا باشا وروح سلم زميلك امرك يا باشا روح معا تمام باشا نسوان 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 النوح بيحضر لاستقبال عملية كبيرة وكالعادة لا بيحدد معاد ولا مكان يا فرحاتي كسبنا صلاة النبي مخبرينك مش عارفين يمسكوا حاجة على قفاندينا ومصادرك مش عارفين يجيبوا معلومة واحدة من النوح نشتغل احنا ازاي بقى يا باشا هنعيني عليهم للنهار واي معلومة بتتصرب بتوصلني على طول والمعلومة الاكيدة انه بيستعد الاستقبال حاجة مهمة حاجة مهمة ايوة حاجة مهمة بدليل انه كان مجتمع برجالتهم بارح بالليل في البيت وقالوا ايه بقى في الاجتماع ده يعني التراطيش كلام ما فيهاش معلومة اكيدة يا علي التراطيش ما تنلاش قرب ايوة بس انه يجتمع برجالتهم في ساعة متأخرة زي دي اكيد فيها حاجة مهمة وبعدين احنا لو رائبناهم ولا هنوصل لحاجة اللي زي دول ما بيهزروش واكيد عاملين حسابهم على كل اللي انت بتفكر فيه واللي انت عاوز تفكر فيه طب بتفكر في ايه ساعتك علي انا عاوز اقبل المصدر بتاعك ده بنفسي اللي في بيت النوح ايه بس هو رغاي حبتين فيش مشكلة ايه تعملي ايه؟ طي لو كنت شفت روحك واللي سمعت نفسك كنت نايم كنت عملت زي ما انا عملت بالضبط ليه يعني؟ انا كان ميلي كنت ماسك فخناق روحك وبتنازع كيانك ماسك بأيديك فرقابتك وبتفرفر ليس عايزة تفاهمين انك غيفة على يا مطر تعرف انا خايفة اقرب منك ليه خايفة ارتاح وانا في عطنك خايفة اصدق ان انا امرادك خايفة تروح مني زي ما خوك مراحع انا عارفة يا براقه عارفة لمك ضغط عليكم لجمك بس انا كمان غصب عني كل ما جاء اقرب منك لا ادم اخوك سايح بيننا لا تعبت لا تعبانة ومطرها حاسس حاسس ان انا متمزة عميدة عدة ما فيش حتة فيها ركب على بعضيها كل ما عوز حاجة يلاقي الحاجة تانية جوايا بتعافر رفضها كل ما جاء تظهر الحاجة يلاقي حاجة تانية جوايا بتشديني ليها انا بقيت شفهم نفسي انا بقيت شفهم نفسي انا بقيت انا بقيت كراكيب متكوى مفقودة ظلمة يوم ما هتاخد طراخوك يوم ما الشباك هيتفتح والشمس هتدخل تنور في كل حدة وتخسر روحنا من زنبو وتصلح كل حاجة قسرت فينا ملاك الرحمة بيصبح على نجمة مصر والسودان ووسط البلد وبيقول لك جود مارني انت؟ تبتكري ينفع عرف باللي حصل ومجيش لحد عندك؟ ليه؟ واللي بينا دا مش عيش وبغاشة؟ دا حتى ما ينكروش غير ولادة الحرام وانت عرفت منين ان شاء الله؟ ولادة الحرام سمعت ازاي اللي سمعه المهم انت عامل ايد الوقت هاو دي دوه زي ما انت شايف انا شايف بدري منور في الليل 14 حبة الخربيش اللي على ايدك دول هندريهم بالاحمر والاصفر وترجع لنا نجمتنا تنور المصرة وانا من ناحيتي هقلل الإضاءة شوية وترجع صاحبة العزة والكرامة بس انا مش راجع على الكباريتين ينفع يدور من غيرك؟ دا نعفل الكباريت ووقت بيفطى بالبنت العريض مغلق للصيانة لعدم وجود رمانة نجمة المحل الأولى ينفع يدور يا نجمة من غير طلتك علينا؟ والطلة اللي انت لطعت عصورتها على الباب تشالت قبل ما تتحط غريبة ومال مين اللي كان حطتها من الأول؟ اشبك يدي في يديك كده؟ وشبكة العشرة الكرام دول وماليك علي حلفان الوات شلبي هو اللي أقنعني بكده وقال لي بيت جديدة ملاش غر زبون واحد نسيبها تسترزل وهتاكل حتة من البغاشة وأنا عارف قلبك الطاهر دا لا يمكن يرضى بقطع الأرزاق أنا ما قلتش يتقطع عيشها ومين قال يتقطع عيشها؟ أنا قلتي يتقطع عيشها؟ هو قال يتقطع عيشها؟ انتي قلتي يتقطع عيشها؟ ليه هو اللي بيننا دا عيشة يوم ولا تنين؟ دا سنين يا نجمة خلاص أنا هبقى أرتاح كم يوم وبعد كده هبقى أنزل العمروتي باشا مأكد علي يشوفك الليلة العمروتي؟ نريحه ونشوفه عايز إيه ونرضيه بدل ما يفتح فقديمه بس أنا لسه تعبانة يا نجمة راحتك مش على السرير وسط الأدوية ورحت الميتين راحتك على المسرح وسط جمهورك اللي بيعشائك وسط الإضاءة والخمسات اللي بتترمي تحت رجليك والملايين سيو سلام يا بيسا سلام يا كابتل طب خلاص خلاص هيفين انت دربعتي؟ نعم بتاع بي يا خليس نعم تربعها على المفوخ وهو عملي بس؟ مالا سمعتك بلافسك المكالم هو أنا كمان صيح مش طيقه بس اللي فهمتهم كلام بيسا إنه راح يزورها عشان ركح الشغل تاني إيه بقى داخلي ده؟ باللي ضربوها الشغل الواسخ ده طلع من مضط بعدينش ناخل دماغك شبا يا متر الحوار ده محدش دريان بيه غير أنا وانت وبيسا والعيال اللي ضربوها هو يعرف منين؟ في حال الممكن لكله صنا؟ ده اللي هرغم بيدك ما يجبتين أنا ما يعجبنيش الشغل ده انتو ليه مش معدارين المهمة القومية اللي احنا عايشين على شنها؟ فالحين بس آخر الأسبوع كل واحد يمد بييده عايز يقفش العلمونيا راعوا ضميركو شوية شنبي ما تقلقش يا برنسة عن شرفة باب مراعاة الضمير صفحة فندينة؟ كلمة يا لأو صد عمرك هتلعنا تثير فوق في المكتب هنا هنا وسط صبيقارك هتفنك بكاتك اندي مش طريق التفاهمة هموت في ايدك ولا مين يقدر علا عطر الرمانة مبارح انو مش عارف انت بتتكلم علي انتو كده مستعجل على السر اللي فيه مين يقدر انتا قول برأة نوح ورجال ده برأة نوح برأة نوح نوح شكرا